من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السلمي مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت أوقاتكم حيثما تسيلكم أمواج إذاعة القيروين للصحة على التردد 93 من الجامعة نبني الوطن حلقة جديدة إن شاء الله وفقنا فيها ربي اليوم إذن اليوم اخترنا بيش نصلت الزوء على المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروين وذلك عليش سعيد جدا باستضافة السيد منذر حاجي وهو محاضر تكنولوجي في قسم الهنسة الكهربائية وهو أيضا مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروين سيمون در مرحبا بيك شرفنا مرحبا بيك سي طارق ومرحبا بكل مستمعي قناة إذاعة الحياة شكرا مرحبا بيك سيمون در كذلك يرفقني اليوم في الحسة السيد السيد مهدي تيمومي وهو تكنولوجي بقسم الهنسة الكهربائية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروين ساعة قبل ذلك نتوجه بشكر الجزيل السيد أحمد المخلوفي في هندسة الصوت وسيف بول عريس في الهنسة الرقمية سيمهدي مرحبا بيك سهلا مرحبا بسادة المصمعين مرحبا بيك إن شاء الله عيش كبرك الله وفيك شرفتنا إذن نبدأ وحساتنا اليوم مع سي منظر الحاجي سي منظر كانت أعطينا بسطة على المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروين من حيث عدد الطلبة الإطار التدريسي معنى أعطينا حرفنا على المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروين أعطيك صحة سيطاق دانك المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروين تم بعثه سنة 1000 بأمر عدد تسعمية واحد وثمانين مؤرق في حداشمية ألفين المهمة الأساسية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية هي تكوين الطلبة في الإجازة اللي تدوم ثلاثة سنوات كيف كيف زاد المعهد متاعنا يأمن التكوين على مستوى الماجستير المهني اللي هو المدة متاعه مدة خمسة سنوات بعد دي ما كنقول ثلاثة سنوات أو خمس سنوات يعني بعد شهادة الباكالوريا كيف كيف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية منفتحة على محيطه الاقتصادي والاجتماعي عدنا بمال دو بارتناريات شاركة شاركات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي في الجهة نعم نأمنوا كيف كيف التكوين المستمر مع بشاركة مع الCNFCPP نعم سنتر دي فرماشن وبرموسيان دي تراغيو نعم نأمنوا كيف كيف زاد الافورماشن كونتوني يعني التكوين المستمر نعم بالشاركة مع التسوء اندستريالي ايكونوميك نعم يعني المحيط الاقتصادي بالجهة نعم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقايروين يحتويس هذه السنة على 1400 طلب نعم قراب 1400 طلب في كل هذه الاختصاصات والمستويات نعم نحتويه على زادة يتكون من قرابة المائة أستاذ نعم بضرجاتهم المختلفة المختلفة نعم وزادة كيف كيف الأصناف المختلفة للسلك المدرسين نعم التكنولوجيين والاختصاصات في كل الاختصاصات نعم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقايروين يتكون من أربع أقسام نعم خاطر ديما المعهد العليا مشكمة لل كليات كليات والازوتر المعهد الأخرى نعم تتكون من أقسام نعم الأقسام عادنا أربع اختصاصات أربع أقسام القسم قسم الهنسة الكهربائية نعم اللي اليوم دي جاء حاضر معنا سماهدي هو يمثل قسم هانسة كاروبائية بالمعهد قسم التكنولوجيات الإعلامية التكنولوجية للانفورماتيك عدنا قسم الهانسة الميكانيكية وعدنا قسم العلوم الاقتصادية والتصرف في كل قسم كما قلت لكم التكوين يدوم لمدة ثلاثة سنوات على مستوى الإيجازة لكن زاد على مستوى خمس سنوات وعدنا الماجستير المهدي عدنا في المعهد عدنا ثلاثة مراحل تكوين على مستوى الماجستير المهني مرحلة في الاختصاص الهانسة كاروبائية وهي EAA Electro-Technic Automatism Avancé عدنا ماجستير مهني في Management of the Performance Industrial L'Apriviation of the MPE وعدنا كيف كيف ماجستير مهني بالشراكة مع الجامعة التونس الافتراضية اللي هي في الريزوت تسمى MPW يعني في الريزوت انفورماتيك يعني خصاص اعلامي نعم هذا هذا نعم بخلاف هذا كيف كيف عدنا لسنتر 4C نعم مركز المهن واشهاد الكفاءات واشهاد الكفاءات ومديرة متاعه هي الزميلة تحيا نوجه لها من هنا لمن مواجه إذاعة الحياة الحياة بالقيروان الأخت إيسيا الفرحاتي نعم اللي هي ناشتة وتوم بعد إن شاء الله نزيده نتطرقه للأنشتة اللي يقوم بها اللي يقوم بها المعهد المعهد نعم 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 يعطيك صحة عايشك شكرا على هذه المعلومات القيمة اللي تخص المعهد العالي للعلوم التسبيقية وتكنولوجيا بالقيروان إذا نتوى بشن سيمهدي سيطارق سمحني بالفضل طبعا راول المعهد العالي للدراسات التكنولوجيا بالقيروان نعم لن لا نتحدث مع اللي سات نعم اللي هو الانستيتيت سيانس تكنولوجي نعم سيانس تكنولوجيا نعم وتتصير الخلط ذه نعم نعم هو فعلا نحن مش نجيهوا للنقطة هذية متاع الأسامي المتشابه المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية يعني تقريبا حتى إيزات وإيسات حتى باللغة الفرنسية مع أنت قراب لبعض وذيك يعمل شوية إرباك بالنسبة للناس اللي مهتمة بالثنينة ذهم إذن سيمهدي تيمومي وانتي معناها تمثل قسم الهنسة الكهربائية يعني أنتما قبل معناها كنتوا سنتين ونص وسنتين ونص هذية كان اللي يتخرج طالب من عندكم يتخرج بمسمى معناها تقني إسامي ولكن التوا التوا وليته معناها إجازة والإجازة هذية شنوها ولا يتسمى لما تخرج من عندكم وكانت زيد تعطينا شوية معلومات على القسم اللي سيتمثل اللي هو قسم الهنسة الكهربائية يعني قبل لالفين وعسرة تقارير نعم كانت موجودة معنات يعملوا عامين ونص نعم هذا يعني الليزيزات هي في أصل يعني متاجهة نحو الصناعة للإنديسترية نعم دونك كان אני مياحكوا يقولوا يعني نحن نعملوا العامين ونص على ساتك مساعد مهندس مساعد أي تقني سيمي أي تقني سيمي على التسميات القديمة ذي كمساعد مهندس نعم أو مهندس أشغال هي وقت ما تجربة تجربة يعني الليزيزات يعني تجربة جديدة نعم محلت جديدة وقتش يعني ضد الليزيزات نعم هي يعني إذا عنا أمر نحن نقوله الأمر 314-1993 نعم لكن الانطلاق الفعلية هي في 2002 تقريبا نعم يعني يتخرج في التكنيسيا ستيرا نعم نعم باعدك أحد في الـ L&D وعملوا كالتغهية لذاك نعم وفي عوض عام النصف بدل ثلاث سنين بور يعني يقال يزيعونتر للتساوي نعم لكن إحنا لذي ذات عنا يعني خاصية خاصية للذات نعم الخاصية هما إحنا نقوله نعم البحث التطبيقي نعم يعني البحث التطبيقي اللي هو يتمثل في الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي نعم ولكن هذه نس كل نس كل تقول أنا منتفتح نحنا نحنا قانون هذا قانون قانون يعني قانون عنا في يعني الأمر 314-1990 قانون أصل نحنا وجدنا لهذا الأمر نعم وجدنا يعني نحنا باش نكون مفتحين كيفاش هالانفتاح هذا كيفاش كيفاش نفتاح نعم الانفتاح هذا هو عبر اتفاقيات نعم نبرموا اتفاقيات مع مع مثلا السبيطات نعم مع البلديات مع الليزاند يستريب سيفة عامة هؤلاء هؤلاء نعم نحنا يعني عنا في قانون نقوله نقل التكنولوجيا نعم إن فيش تتم نقل التكنولوجيا نعم نقل التكنولوجيا يتم عن طريق الاتفاقيات هذه نعم يبرموا هما أول يعني المشرفين ووزراء نعم يبرموا اتفاقيات مع الصناعي نعم نعم ونحنا طبعا فاكسية لاحظ يعني نعم دراسات ونعم أشياء كيمهات نعم نعم وهذه يعني الخاصية هذه نعم عليها يقولنا توجد حديثة نعم ولكن يعني أثبتت نجاعتها نعم لو كانوا لاحظوا نحنا في السنوات المتعلن في نات واحد أروا أغلب الناس اللي تخرج من الزيت أغلبها تخذب نعم لي تكنيسية أغلبها تخذب نعم وصلنا نحنا يعني يوسف يقوله وراء عنا سبعين ثمانين في المئة نعم من الخريجين متعلن الزيت يخذب طاقة تشغيلية طاقة تشغيلية مرتفعة جدا نعم ليش مرتفعة جدا لأنه كلما قلت لك هالا الموضوع متعلن فيتيها على المحيط نعم ثم طبعا بتاعنا يعملوا مرتين يعني مستجار نعم تربس أي تربس يعني كما نقوله نحن في جانفي تو نعم يعملوا تربس ومبعد زادة في كل جانفي ثم نحن يخرجوا يخرجوا للتربس نعم هالشي هذا يعني يعني خلا لالتكنيسية كي يخرجوا ويوجدوا خدم نعم نعم لكن تبعا تراجع التو تراجع أي تراجع نعم 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 على الظروف السياسية الموجودة طبعا نجيوه إن شاء الله نعم نعم بقل في 2010-2009-2008 السنوات هذيكة أغلبها كلها اللي تخرج من الزيت أغلبها تخطر نعم نعم وهذه طبعا للإشارة يعني فقط حاجة واحدة نعم موضوع يعني الانفتاح على المحيط نعم الانفتاح على المحيط هذا روما يتمكن باتفاقيات نعم يعني اتفاقيات يبرمها السيد الوزير نعم يبرمها المدير العام نعم 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 السيد 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 مدير المعهد العيل للعلوم التطبيق العلوم التكنولوجية مثلاً هو مثلاً اللي يبرم اتفاقيات واحنا معنا هو 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 يبرم احنا مثلاً حتى حدثك لا شخص انا انا نخرج للدستري ايه وسيد المدير بالإعانة بتاعه هو نعم يعاولنا طبعاً ايه هو اللي يقوم معناتها بات شيء بإجراءات الإدارية السيموندر وسيادتك معناها نذكره السيد المستمعي الكرام انه انت مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروين سيموندر عفواً سيموندر نواصلوا في الاتفاقيات هذه معناتها الاتفاقيات الحقيقة انا ما سمعتهاش كان من اللزيزات معناتها كل مؤسسة معناتها تعليمية في التعليم العالي تقولك انا عندي شراكات مع مختلف الممثلين الصناعيين ولكن الاتفاقيات هذه معظمها معظمها تقعد غير مفعلة يعني وتقعد تصطدم حتى بقوانين وحتى معناها الفلوس معناها الجانب المادي والتمويل وكذا من الجهتين سيصطدم طبعاً بالإجراءات الإدارية المعقدة في تونس سيدك معناها السيد العارفين إذن هل اتفاقيات هذه أحكي لي عليها معنا هل هي مفعلة هل معناتها خطرين أحد علمي بارشة بارشة مش مفعلين معنا يعطيك صحة سيطارق نحب جست باش نجاوبك على السؤال بتاعك وانت حطيت يدك ولا صبعك على موضع سواديزان وموضع الدئت نحب نرجع شوي نعرج على الكلام اللي قالوا سيماهدي نعم واللي هو دي جاء بريسك شخص بطريقة معناها واقعية للوضع اللي تعيشوا لزيزات نعم نحب نعرج جست على منذ إحداث منذ تاريخ إحداث المعهد العليا نعم من اللول كان الاسم تاع المعهد الأعلى الأعلى أي وتم بقانون نعم تم إحداث المعهد بقانون قانون عدد خمسين هو قدامي دي جاء نسخة نعم من القانون عدد خمسين مؤرخ في 1892 يتعلق بالمعهد العليا نعم وتم بموج بهو إحداث ثلاثة معاهد اللي هما معهد الأعلى كان وقتها إزموا المعهد الأعلى للدراسية التكنولوجية بي تونس المعهد الأعلى للدراسية التكنولوجية بي سوسة والمعهد الأعلى للدراسية التكنولوجية بي سفيقس اللي همنا مربط الفارس وفاما ريفيرانس جبادها سي مهدي اللي هي الأمر 314 هي سلسلة من الأوامر صدرت في جورت يعني عدد 11 لسنة تلافة كسعية هي سلسلة من أوامر سلسلة أوامر من 313 حتى 317 هذين كلها تتعلق بي بالمعاهد العليا تنظيم معتها كيف النظام الأساسي هو ذا يلخص النظام الأساسي للسلك سلك المدرسين ولنظام الامتحانات والدراسات والطربوسات والمعاهد العليا كي نجي ونتصفحه هنا الأوامر هذية باش منحبش ندخل باشا فما كل ما قالها سي مهدي وهي لم تطبق اللي هي الفصل الرابع من الباب الأول المحكام العامة في الأمر عدد 314 يمكن أن يكلف المدرسون التكنولوجيين بمهام تدريس نعم المهمة الرئيسية تدريس نعم لكن ليس هي الونيك نعم نعم خاصية خاصية وتكوين وبحث تطبيقي نعم البحث التطبيقي يعني البحث العلمي التطبيقي في إطار عقود تكوين نعم أو رسكلة أو نقل تكنولوجيا نعم هنا تواجهنا لصلب الموضوع بين شنو بين المؤسسات التي ينتمون إليها والمنشآت يعني هنا التسوي نحكيه على التسوي أنديستوريالي نعم النسيج الصناعي والاقتصادي بالجهة نعم وإلا زاد على المستوى الوطني طبعا إذن نظرا الأهمية الموضوع سيمونذر وطبعا هذه واضحة أنه مش يخذ منها شوي وقت نستأذن منك نقاطعك يعني نخرج وفاصله ونرجع ونوصله في نفس الموضوع تفضلوا من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السامي مستمعيني الكرام نجدد لكم التحية من إذاعة القيروين للصحة إذاعة حياة أفهم على فكرة بالله قبل أن نرجع للسيدة ضيوف الكرام بالله في السيارة متاعك اللي أمام المقود راه تخرج في الراديو اسمها لا صنطي أفهم إذن إذاعة القيروين للصحة إذن مع ضيوف الكرام اللي هو السيد منظر حاجي مدير المعهد العلي للدراسة التكنولوجية بالقيروين والسيد مهدي التيمومي اللي هو مدرس نحكيه على بعض الفصول في الرأد الرسمي اللي هي في الحقيقة تتعلق بالقوانين والأنظمة الأساسية اللي موجودة في المعهد العليا بشكل عام إذن نرجع السيموندر نعطيك الكلمة اللي أنا قاتعتك قبل الفاصل نرجع نعطيك الكلمة بيش تفسر لنا الفصول هذية اللي هي تتعلق أساسا بالانفتاح على المحيط الاقتصادي والصناعي تفضل سيموندر يعطيك صحة سي طارق ذاك وصلنا حكينا على الفصل الرابع من الأمر عدد 314 اللي هو نعود مهام تدريس يمكن أن يكلف المدرسون التكنولوجيين بمهام تدريس وتكوين وبحث تطبيقي في إطار عقود تكوين أو رسكلة أو نقل تكنولوجي نعم يعني هنا نحكيه على نكمل سمعني مبرى بين المؤسسات التي ينتبون إلى والمشاءات وكل هيئة عام أو خاصة نعم يعني هنا نحكيه على يعني شراكة اتفاقية شراكة اتفاقية شراكة نعم بين المعهد مهام وبين المحيط الصيني نعم بيه الاتفاقية هذه يبرمها المعهد نعم وتقع المصادقة عليها من طرف صدر الإشراف نعم وتدخل حيز التنفيذ نعم في تاريخ معناه إمضاءها نعم وهنا الفحوة متاعها ولا الكونتيني ولا الهدف متاعها هكي اتفاقية اتفاقية هو النقل التكنولوجيا يعني الترانسفير تكنولوجي يعني 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 السادة المستمعين يحبوا يعرفوا ايش معنيها النقل التكنولوجيا ربما هذي نرجع لكم بعد سيماندر سيماندر ايش معنيها النقل التكنولوجيا وزيد زيد حط لي زيد حط لي الإصبع أو النقاط على مسألة الشراكة لأني أنا عاود نأكد لك سيماندر أني الشراكات هذه أنا ما فهم معنيها مؤسسة تعليمية مشيت لها وما حكا وليش على شراكة ومعظم هم يقول لك شراكة غير مفعلة نعم تفضلك نعم براك الله وفيك أنا عندي ما اللاحظة قبل ساعة نعم 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 نحب ثم نحن يعني خاصية في تعليمنا الساعة تعليم نحن باش نقرر في الإزازات نعم الإزازات عنا 60% نعم تطبيق يعني تي دي بي في التربو براتيك أشغال تطبيقية نعم و40% هو النظري نعم هذا يعني أصل في طريق تدريس متاعنا نعم نعم ذي محدد من الوزارة بنسبة يعني كي جي تشوف انت الانزازات تي لقى 60% منها إشغال تطبيقية تي بيت نعم والباقي 40% تقريب نظر نعم وها الأمور ذي كما قلت لك وكلهم ابنية متجهة نحو الانديستوري نعم نحو الصناعة نحو الانفتاح وكل نعم يعني بدون استثناء ثم تجاوب آه بيصير لا لا أنا نحب نقاطك أنت فيعل ماكسي مهدي سمحني يعني أنت صحي عندك الرؤية والتمشي أنك تمفتح ولكن الذي ستمفتحه عليه ندره عنده تجاوب أنا مش نجاوبك على هذا تفضل أنا قلتك قبل كل شيء قبل كل شيء أنه نحن نقوله أصل طريقة التدريس متاعنا نعم نحن نختلفه شوية على الجامعة نعم نعم قلنا 60% هو أشغال تطبيقي نعم و40% هو علوم نظري هذا يعني طريق الول نعم الثانية توكنجون قوله الانفتاح نعم نحن طبعا في تونس كاملة معنات الجامعة كلها اتعاني مها موضوع الانفتاح نعم وهي وجدت لهذا الأمر يعني ريتها الجامعة أصل كلها معنات ورؤوا القانون للجامعة كوسوس واليزيت ولا المعاهد الأخرى نعم وجدت للانفتاح لأن الجامعة هي دورها باش تكون بالتشغيل وتعاون يعني فمفازو الله نعم انت سألتني سؤال في بلاست وقلت كيفية تم نقل التكنولوجيا نعم انا مش نعطيت مثال كونكري عشت وانا عشت عملت عديد الاتفاقيات وعشت مثال مثال نعم خدمت مع البلديات تيكزومبر نعم خدمت مع البلديات البلديات اللي عنا الى غير بذاك وضعنا نحنا نعم ماذا ليلومبر نستعمله هذي لومب يعني ديمودية مقديمة فمفازو الله يعني الانابي اي 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 لا 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 الليلومب اظل يعني بعاد على التكنولوجيا فهم ذي نعم قلوش نقولك كيفاش نقل التكنولوجيا نعم احنا عنا التكنولوجيا جيدة اسمها الاليت الالامب الالت الكونصومصيون متاعها تقريبا الانتياء متاع الاخر متاع الان استهلك من حيث الاستهلك لكن تعليلومب الأخرى. نعم. للومب القدم اللي ساعموا فهم. نعم. أنا كي يدخل أستاذ جامعي يدخل البلديات ويشوف الموضوع هذا. نعم. إنه مش يحقق أرباح طايل البلديات. نعم. أنا أعطيك مي ذيل. ايه استدمت وبرفض. بيانسير أنا 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 في شخصي أنا في شخصي هناك ضمت مع البلديات نعرف معها. نعم رفضوا. لا مش مرفضوا لا حشوك الله. اي اي انا. مال شنو اللي سارة. لا اسمه تعرف فيش. ثم تجاوب من البلديات. الأمانة ثم تجاوب. نعم. وثم برشة بلديات. نعم. إذن نوجه لهم تحية معنا. نحية منها. نعم. إذن تحية من إذاة القيروين للصحة. إذاة الحية تفاهم للبلديات. اللي تجاوبت معا التعليم العالي. نعم. اي تجاوبت معانا. نعم. ويسعوه بشيال معانا اتفاقيات. نعم. نعم. الاشكال وين يبقى الاشكال. وين الاشكال. نعم. احنا معانيش أطر قانونية. من الوزير تهبط. نعم. يجب متهبطش من هنا. من هنا. أونسينيون أو الماليزات. نعم. يجب متهبط من الوزير. الوزير يجب يعمل اتفاقية النسيونال. قداش عنا نحنا. عنا ثلاثمئة وخمسة تين بلدية تقريب. نعم. وانا مش نعطيك يعني بدقة. نعم. أنا مثلا واحدة بلدي من البلديات. نعم. سامحني فيها عشرة الليف لوم. نعم. عشرة الليف. عشرة الليف لأ تصور عشرة الليف لوم. اللوم فيها تأكل في مئة وخمسة واط. نعم. نعم. كي نعاوضوها ليد. مش نعاوضوها بليد. بستين سبعين واط. نعم. تعرف الكونسوماتيون. الاستهلاء قداش سيح. النص تقريب. النص وأكثر من النص. نعم. أنا حسبتها نص لثمانين في المئة. نعم. يعني ثم تكنولوجيا نحنا نحنا نحطوها في الليزارموار. نعم. دونك مش ننقصنا فلاح. تعرف مثال واحد استهلك كده مليار في العالم. زوه استهلك كده مليار. نقص لها مليار. سمعتني. مليار ننقصوا. ايه سيماهدي. انت هنا في عوض تتف... يعني أو حتى سي منظر معني ربما بالإجابة على السؤالة ذي. انت في عوض مشيت للبلدية طول. علش ما مشيتش للستيق انت؟. لا مش استيق. علش ما الاتفاقية ذي ما عملتهش مع استيق. الاتفاقية يجي مع البلدية سمحني. لان هي المشرفة. هذك الرزول تاها هي. نعم. يعني بتاع ما هي الليش كان نحنا. تصلتنا على الليش كان. تجهيز. نعم. ايه. لا لا هي هي متاع البلدية خاص بالبلدية. هي التنوير العمومي. نعم. هنا. بالله خليني نحف النقطة هذه. يعني لهنا مثلا صار تشاور ولا نقاش في الليزيزات على مستوى المجلس العلمي. ايه. مع سيد مدير المؤسسة الاخري كاخري. واتفقتوا على انكم تمشيوا في البرنامج هذي. ولقيتوا التجاوب من البلدية. واضح. ايه. احد هنا هاي عسل. اذا وين وقفت الحكاة؟. وفعلا فعلا نحنا اخدمنا معهم. نحنا اخدمنا معهم واعطيناهم معناتها. ايه. لكن انا توكي نخرج. انا لهنا البلد الضوء في الشارع مش ولاد. ايه. انا مش نقول لك مهمتي انا مهمتي انا مهمتي. نقلة التكنولوجيا مع هذا انا قمت بيه. وليسيتي وصلت. نعم. هو ما عندوش امكانيات موضوع اخر. انت هذا ولا. ايه. اما هاو 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 حاجة ناوينا. ونقوموا بعملية تشغيل، يعني ليه سورطان، ليه خاجيم، ليه زيزيت، ولا مليسات، ولا من أي كلية، يزنوا من يجدوا مواطن شغل، اسميكم، اهم حاجة، انا قلت لك في بلدية من البلديات مش تربح مليار فلوس، انت مش تربح مليار، تنجم تخدم خمسة ثمانيس، سمعتني، سانك ديكريسيان، نجي على ليشير ناشيونال، نقر راحي عندي ثلاثمية وخمسة تين بلدية، بنجم نخدم الفين وخمسمائة ديكريسيان، وابع الله، اللي يني أزمة بتاعنا إن كان لازم التشغيل. نعم، نستسمحك أنا بتلوم في شال السيموندر. إه سيموندر، توى في إطار نقل التكنولوجيا. في إطار نقل التكنولوجيا. يعني توى الشبكات الكهربائية وأنت من حصن الحظ يعني أنك ولد الهة النزة الكاربائية. يعني توى أنت تمثل مدير المعهد العليا للدراسة التكنولوجية وفي نفس الوقت أنت خبير في في الهان Musa الكهربائية. توى أنت مثلا مش نسلك يعني وإنا محايد مش نسلك. أنت كتشوف الشبكة الكهربائية اللي موجودة في المدنم تاعنا مثلا ونقلوا في القيروين وناس تاوى طبعا سيد العارفين نحكيه عن الشبكات الكهربائية الذكية في مدينة حاضرين انتوما لهذه حاضرين في ما معناه انكم تحضروا في الطلبة متاعكم للشبكات الكهربائية الذكية اللي فيها التحكم عن بعد وفيها الريزو سانك جي الاخير الاخير هذا من ناحية ومن ناحية ثانية انتوما معنتها وقت اللي انت تقري في تكنولوجيا معينة وتتعب وتشقى وتجيب اخر ما فما اخر صيحة ولكن لما تخرج البره ما تلقاش وذيه معناه تبقى خيوط داخل وداخل ابعضها وهذا ليس قفي حيط وهذا ليس قفي درشنو وهذا طابة يعني شنو الشعور ربما ينتبك معناه هو اختيك الصحة سيطارة نحب نجاوبك ونرجع لبرتنريا اعطي المصرين دمع الشركة وانا الموضوع لايب به اكيد جدا هو كما نقوله بالمثال بالدرجة بتاعنا نقوله شوية من الحنة وشوية ما رتابة ليدين اي الحنة بتاعنا باهية الحنة باهية عطيني رتابة ليدين شفا اي الموة سيتون رسبونسابيلتي بارتجير نعم طبعا يعني مسؤولية متابدة لحنا ما نحبوش نقوله رانا احنا عاملين اللي علينا والتسوية انديستورية المقصر نعم النسيج الاقتصادي نعم النسيج الاقتصادي والصناعي مقصر نعم مش صحيح اي هو التقصير متابد نعم كيفاش احنا كسنتر اكاديمي نعم كمركز اكاديمي كمعحد عالي الدراسية التكنولوجية يزمنا نعرفوا بروح نعم يزمنا نمشيوا بورتا بورت نعم نمشيوا ندقوا البيب نقولوا ووالا رو عادنا اللي كمبتنس هذوم نعم رو احنا عادنا اللي كمبتنس في توسكيه دومين جيني الكتريك نعم رو عادنا اللي كمبتنس في التوسكيه انتربروناريا نعم رو عادنا اللي كمبتنس في توسكيه تكنولوجي دلانفورماتيك في كذا نعم هاوش نجمو نعملو لكم هاوش كذا ويزمنا يكون عادنا نفس طويب نعم ويزمنا يكون عادنا صبر نعم ويزمنا نضقوا البيب مرة واثنين وثلاث نعم عليش خطر يلزمنا نحنا نقنعواك الانديستوريال خطر هو وقتينش يتقنعنا نديستوريال وقتين اللي يؤمن بيك وبقدراتك بالفعل ويذي شوية مهتزة سيموندر ايه في تونس رو ما تخصكمش انتوما بالذيت يعني مهتزة شوية يقولك تقرأ في المات في الفيزيك ماينفعنيش أنا ذيك ايه ايه انا نحب نحط لك الاصبوع على الدق بالضبط بالفعل وذيش حاجتنا نحنا ويش نقول لك أنا حصائية صغيرة نعم من 15 ديسمبر 2020 نعم لليوم 24 ديسمبر 2021 نعم تم امضاء عشر اتفاقيات بين المعهد العلي الدراسية التكنولوجية نعم غير هو وعدد اطراف بما فعل محيط الاقتصادي والصناعي والاجتماع ونعطيك تتر ديكزامبل عملنا كونفنسيون مع جي سي اجودا نعم عملنا كونفنسيون مع كارتاج وود نرجو نعطيك حتى بالتواريخ نعم عملنا كونفنسيون مع سبارك اذا ما غير ما نذكره باش ما نتجنبه الاشهار نوجهولهم تحية لكل شركيكم نوجهولهم تحية بارشا شركي شركي وكي نمشيولهم ونحدثهم يقول لك والله انا ما في بليش نعم والله ما نعرفش أنا اللي ايزاة القروان فاها اللي كمبيتنسة دوم نعم والله انا راني ما في بليش اللي ايزاة القروان فاها السونتر كاتسي ما في بليش بكاذي ما في بليش كاذي لك هذا تقسير يولي منا احنا لك احنا يلزمنا نمشيو نعرفو برواح ونقولو هاو فوالا اني كابابل دفير كوا لانا احنا نجمو نعملو شي اذي وشي اذي وشي اذي ايجين بعد اشتر الثاني اي اشتر الثاني هو كونو نحنا في في شو نقول في في التمشي متاعكم للتعريف بي مش توبش نحكي على فيما يخص التسسي الاندوستري احنا ماناش عادت ولا انا نحن نصير دي ترادشي دي جملاج ولا دي شركات نعم بين المحيط الاقتصادي والجميع نعم واضح نعم اللي هو هنا الانترپرنور اللي عنده société وقعد يخدم شهم وفالاخر بيقول يقول لك انا اش بش نربع مني بالفعل بالفعل انا بيس ايجي بش نمضي معك شال الاتفاقية ذي. اي. اي انت الخدمة ذي اللي بش تقدم هالي هذي. ايش بش تضيف لي. ايش بش تنفعني. السؤال كبير ايش نجاوب عليه ان شاء الله بعد الفاصل. اذا نستسمحك سيمونذر. اذا مستمعين الكرام نرجو لكم ان شاء الله بعد الفاصل. من الجامعة نذن الوطن. من الجامعة نذن الوطن. برنامج يصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن. مع الدكتور طارق السلمي. مستمعين الكرام ارجعنا لكم بعد الفاصل لمواصلت الحوار مع السيد منظر حاجي مدير المعهد عالي للدراسات التكنولوجية بالقيروين وسيد مهدي التيمومي مدرس بقسم الهنسة الكاربائية بالمعهد العالي للعلوم للدراسات التكنولوجية بالقيروين ايضا. اذا كنا قبل الفاصل نحكيه على الشراكات ومداء معناها نجاعتها شراكات. اذا من جهة كان يأكد لنا سيمون ذر من جهة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية. يعني مون فتحين او يحاولوا ينفتحوا على النسيج الاقتصادي والصناعي. ولكن من من الجهة الثانية لان هي علاقة معناها دوبل معناها بين طرفين. اذا لهنا الصناعي. الصناعي سيمهدي. الصناعي شنية التحفيزات اللي عنده. هاو انا مثلا نعطيك مثال. مثلا اذا جي الرجل اعمال يمول عمل ثقافي او مسرحي او كذا. يعفى من بعض الضرائب. اذا الصناعي. تو الصناعي. انتي مش تعمل معه اتفاقية شراكة. هو اول حاجة ما كتعرف انتي الصناعي. وعنده الحق ونوجهه لهم تحية. هو وين الربح وين هو. هو كيش يمش يعمل معك شراكة ايش بش يربح. سيمت. هو ايش مش يربح. انا شفوا لك بش يربح. او شنية تحفيزات. موش هو مجرد ربح. اما التحفيزات اللي عنده. نعم. انا جبت على موضوع متاع بلدية. نعم. موضوع البلدية قلت تنفي دو ملياري. اي تنفي دو ملياري ظوه معنا. تربح الظوه. مش تربح مليار. ناخده مؤسسة اخرى. اي مؤسسة? مؤسسة الخاص. وياهل. او قد تاع الخاص. عنده مصنع. انت مصنع. عنده مصنع. انت امضيت معه اتفاقية شراك. ما زال لا. انا في طور امضاها اتفاقية في معا معامل معين. نعم. نعم. المعمل هذا عنده مشكلة فيه. يعني المكينة بتاعه يحبها نقوله نحن اوتوماتيزي. نعم. نعم. اوتوماتيكي يعني. اي اي اتحكم فيها يكون. اهي اوتوماتيك. هو يستعمل فيها يدوي. نعم. نعم. انا فليسيات قادرين بيش المكينة رضوها يعني 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 يوحلها دور فمن مش تعمل لها نظام تحكم ايه نظام تحكم ايه باك الوطومات البروغرامابل نعم 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 ايه الوطوماتي. طبعا اذا كان مش تستعملها كما هيكا. مش يربح ومش يربح فيش مش يربح. في البروديكسيون في الانتاج. يعني كان يخرج مثلا خمسين حكة بار اكزامبل مش ولي خرج مية. نعم. واليواخر جميتي. في بازولة. نعم. الدقة والسرعة. ينصير الدقة والسرعة. اي. وثم حتى في اليد العام لا تنقص. ينقص عليه اليد العام. وهذا بشير راح بالضبط. بايه. اهنا سيمهدي. سيمهدي. انتي توكي مش تعمل له النظامة داي. واضح. تعرف تو انتي اصحاب المؤسسات الصناعية. حتى كي يخدوا ادوات واحد كل شيء يخدوها تحت ضمين. مثلا سنة او سنتين كان صار فيه الضمضمين. نعرفوها الحكاية. واضح. بايه. انتي تو مش تعمل له نظام بتحاكم. اولا هو كيفش يخلصك هذه الحاجة. لا لا نعرف 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 نعرف. نعرف. فما ايطار قانوني. اي. وعليش لا ما تخلصوش. مش كنتي مش تخلص. المؤسسة مش تخلص. فهمتني. هذه الحاجة له. والحاجة الثانية. انتي موزدة في النظام متاعك. انتي غير قادر انك تعطيه ضمين. خطرك السيستام اللي عملته له. وانتي اذاك. وخليني اتفعل معك. وصالحني كان يغال. السيستام اذاكي نجم ينجر عنه حريق. مثلا اذا كان فما بان الكتريك ولا حاجة. اي انتي شنيه الضمين تنجم تعطيه له مثلا. باي لحظة انا مش نزوك على. الا اذا كان انتي عملته في شكل مشروع تخرج. اي. في الجامعة متاعك او في الكلية متاعك في المعهد متاعك. وجاه هو وشاف وعملته مثلا كما اقوله يوم مفتوح اتعرفو فيه الصيناعيين على كده. اتفضل اي انا ارو في اتار نتفعلي معاك انا مش نسألك. يعني تفضل. وما هنها يعني تم حاجتين مختلفين سمح. نعم. تم حاجتة يعني نقوله نحن الانفانسيون. اختراح. اختراح حاجة جديدة. هذا نوع. ولكن تكون مكينة موجودة جاهزة حاضرة. اي. تفضلي. السيكريتي فيها بطبيعتها معنا. تفضلي. نعم. سيكريتي هي موجودة بطبيعتها. لكن هو يخدم فيها يدوي. ايه هو يخدم فيها يدوي. انت مش تبدلها اوتوماتيك. سهل العملية. نعم. ما فيها حتى حتى بروبليم. نعم. فقط انه هو مش يربح. فعلا مش يربح. ايه. ايه. احنا هنا ثم مشكلة. قلت يعني باش يخلص كل كذا. ايه. هو الازمة هي الى هنا. في تونس. نعم. تونس هي لازمة هنا. نعم. نحنا اول ما ضر القانون هذا القانون تعالى 314. اشكين بالضبط مكتوب حرفيا معنى. مم. يعني ناس الكنفونسون أيضا ذي نعني اسمواها كونفونسون اتفاقيات. اتفاقي تشارك. صرف نعم. نعم. ان الدولة. نعم. تخلص السيدة على هالاثة الاتفاقيات هذي. نعم. ومكتوب نحنا عنه في القانون. مم. يكلف اصل، مكتوب ، يكلف. يعني انسان نحق قرر تكنولوجي ولا محاضر تكنولوجي والأستاذ التكنولوجي أصلاً يكلف بالإشراف على هذه الاتفاقيات نعم يعني ثم أم بروفوسور ولا محاضرة تكنولوجي يتبع في هذه الاتفاقيات هذه ويعني ويخدم معنا كيف تعمل أنت علمي يعني في كلية مخبر بحث في كلية نعم إحنا بالضبط تعالنا أنه نحن المحاضرين تكنولوجيين والأستاذ التكنولوجيين هم اللي يشرفوا على التنفيذ على هذه العقود نعم أي مثلاً الإيجابيات اللي فيها أنت عندك مكينة مثلاً قديمة فظني وما تتنسبش مع الواحد ونحن نتوفي عاصر متع تكنولوجي وتطور علمي فظني نعم الأستاذ هذا قادر بيكون عنده اتفاقيات أنه يطور هلك فظني يطورها أنا مش نعطيك مثال سه نعم يعني نعطيك مثال سه نحسر عليه نعني في الزيت نعم نعم بعد نعطيك كل ما سيموندر اتفضلي يعني في سهل مرة عمنا اتفاقيات مع اسمتر المجازة نعم عنده سرة وعنده برشحوية مثلاً عادم وكذا كذا نعم ما شو سوا عمنا الطلب نعم الطلب الكل هراشا وهي الكتري فانت فاز ولا نعم تنزل على البطون يطلع السري سمعني ما شاء الله صار لحونك جيه ثلاثين واحد نعم احنا مثلاً هذي مهم قصص واه ما نعرش مع اسبيطارة مع مؤسة نعم مع وزارة الفلاحة نعم مع السنين نعم مع هذي كل احنا قادرين احنا قادرين نقاطرهم نعم هو ما يتكونوا الساعة طلباً نعم يعني واذا كلهم هو خدمة نحن باش نخرجوهم من الاندسترية متاعنا نعم والحاجة الثانية المؤسة هذيكا مش نفيدوها اكيد نعم يعني مش مش تربح فابني نعم الآزمة وسمحني تفضل الحاجة واحدة قلت انهم نخلصوش نعم احنا نقول لك في الامر هذا نعم موجود انه للسيد ان تشرف على واحد نعم يتخلص من الدولة نعم لكن لسوق الحظ نعم أنهم هما ما فعلوش والدولة ما فعلتوش نعم دونك تلقى في موضوع الاتفاقيات تلقى الناس تجبتوا راحاً تلقى نعم يلي مش مونفر ايه السيماندر ايه السيماندر ومجح نتوصلوا في نفس الموضوع دي السيماندر وطوة أنا مثلاً نخدم معاك في الليزات أنا مش نخدم كرابتي ونمشي نمعمل كذا في حفوز ولا نمشي نمعمل في السيد الهاني ولا في كذا باهي يندرى أنا نهز كرابتي الشخصية يندرى فما كرابت لي زيت مثلاً سيارة لي زيت يندرى فما منح التنقل اللي حكاية هذية أو كيف ما قال السيماندر أنا عندي ساعات نقريها والروح على روحي وعليش أنا هتعب هذية على حساب عائلتي وأحساب أنا طبعاً مش نحكي من منطلق معناها معناها سايب علينا لا بالعكس هو ذلك واجبنا ويعطيكم الصحة ما مصلت عليكم الضوحة واحد الناس بتخدم في عمل جبار واحد كل شيء ولكن زيداً نستعمل كلمتك لسيات قلتها معني شوية ملحنة وشوية مرتبت لي دين مو زيداً أنا نتعب شوية وانتي شوية زيدا مو زيدا خلصني على التنقلة ذي بالليه معناها معناها أحكيلي شوية على الحكاية هذية وانتي مدير معناها المعهد عندك الصلوحيات انتي باش تقبل فلوس مش ولجيبك انتي مش تقبل فلوس للمؤسسة اللي انتي تديرها وفي نفس الوقت عندك صلوحيات انك تعطي حوافز للسيد اللي يتمشاه وتعب وضحى تفضل واضح يعطيك صحة سطارة هو بالنسبة للاتفاقيات راه تفعيلها يتنزل في تنجم ونحطوها في ثلاثة أطر نعم الإطار الأول هو يتنجم يتباو في إطار مشاريع تخرج نعم على مستوى الإجازة كما تعرفوا معنا طلبة سنوات الثالثة يعني الأقسام النهائية اللي هما سنوات الثالثة مطالبين في الآخر السوداسي باش يعملوا مشروع تخرج نعم يقعوا تأثيروا من طرف مؤطر أكاديمي ومؤطر صناعي نعم ونحن ديما في اللي زيزات الإكسبسيون ديزاتر كونا نقولوا للطلبة راهو يلزم تتلوج وطلقى تربو الصناعي نعم عليش خاطرنا نحضروا في طلبة باش يكون غدوة اوبراسيونيل في المارشي دانبولواء اندستريال باي دونك ينجم في إطار اتفاقية يتعمل مشروع ختم دروس نعم باش نحلوا إشكالية ترحها اللي لمحيط الصناع نعم اطرحها المعمل الفلاني ولا المعمل الفلاني نعم هذا الإطار لو نعم إطار الثاني نمشي وللفوليدو اللي هو ولا مستوى أعلى شوية تولي تسمى ميموار دوماستاء نعم كيف كيف هو تربو الصناعي ويتولي المستوى هنا أعلى شوية من المستوى متاع الإجازة نعم وتتحل في الإطار ذاك خرجنا من زوزق الطرى ذاك ولا فما حاجة اسمها نقل التكنولوجيا والبحث التطبيق نعم وقتها لتعمل عقد ازداء خدمات بين المؤسسة التعليمية بين المعادل العلي للدراسة التكنولوجية وبين المؤسس صناعي وفيه لجنة اللجنة التركيبة متاعها تتذكر نوارسي ربلا فيها سي مهدي وسي طارق وسي فلق نعم يخلصوا عطيني بالسير أنا نحب تسهلي لسيات المستمعي أنا مشيت معاك بالخطوة بالخطوة يعني تكسر تعمل الكنترا بريستاسيون سيرفيس وتصحح عقد نعم وفيه فيه رو كرة شروط كرة شروط وفيه نعم خاصية تقنية نعم وفيه أجيل نعم الأجيل هذه مضبوطة فكل العقدة ذك نعم نقولوا رو باش ناخذوا التروى مواء يعني ثلاثة أشهر باش نحلوا المشكلة لفائدة الطرف هذه الصناعي اللي هو شريكنا اللي هو نوتر شريك صار وفات ثلاثة شهور وقدمنا له هاك السيرفيس هذك نعم وحلنا له المشكلة نعم وكل لجنة هذك قدمت رابار تقرير كامل وهزت وقتلوا هاو شيزمك تعمل شيزمك تعمل شيزمك تعمل والله هي عاملة خطر فما البيان وفما السيرفيس وفما معناها انترفنسيون ديراك نجمينا نخدم على الماكينة على الآلة ونصلحها نعم النجم نعطيك فكرة نعم في وقت ما الاوقات نعم فما ما عمل اكس منذكروش كما تفهمنا نعم دونك جاء قال رو عندي مشكلة في نعم واضح فضلات عندي مشكلة فضلات ما يمثل نسبة خمسطاش في المياه من المواد الاولي نعم يعني خمسطاش في المياه من المواد الاولي يشريها تمشي الضيع نعم جينا وقلنا له به وعملنا وعملنا وتكونة لجنة وحلنا له المشكلة اذك نعم قلنا له يجبك تبدل في طريقة العمل متاعك نعم وعطيناه سلون اندمار السيانتفيك نعم قلنا له هو شي يجبك تعمل وربح 10% ما تلك 15% اذوكم نشاء الله وعطينا لتردو ساتيسفاكسيون يليه ساتيسفاكسيون سيدة نتعدى وتوالي شنو اعطيني سيام 30% القاعدة هي 30% 70% يعني فكل عقد اللي حطيته انتي باش تذكر المنطان تقول راه السيدة ذا راه ردوفابل لزيت يلزم يخلص لزيت بان منطان تيل منطان مبلغ معي مبلغ معي نعم المبلغ ذاك كيفاش حسب القوانين الجاري بهالعمال نعم اللي خدموا الخدمة هكاللجنة ذاك نعم يتمتعوا ب70% نعم و30% تمشي للمؤسة للمؤسة 70% 30% اللي خذيتوها 70% لا باش ناخدوا منطان 70% تمشي للمتدخل لا و30% تمشي للمؤسة واضح اشكون لي اشكون لي خرجها الفلوسة ذاك خرجها الوردوناتور الامر الصرف اامر صحفيتو اللي هو المدير مدير اي باهي انتي كتخرجها المنحة ذاك سمع سيمونذر امشي معي خطر انا السيد المستمعين معانتا نحبوا نفسرولهم بالضبط اي انتي توا اامر الصرف مش تصرف مبلغ معين الاستاذ معين يندرى يدخل معانتا في الراتب امتاعه شهري او في شكل منحة او ياخذها اسباس معاناها كيفاش فسرلي احب نفهمها هنا دي بالنسبة المالية العمومية نفهميش اسباس واضح فما فما عقد فما فلوس دخلت للمعهد اي مش نية سبب متاحها نعم سبب متاحها هو عقد متاع خدمات نعم خدموه فلان وفلان وفلان نعم تمشي نعم ويتعدى سبعين في المية للمدخلين تتصبف اللي كانت بتاعهم نعم الفلوس هذيك اي كانوا واحد يتمتعهوا بالسبعين في المية كل كانوا اثنين يقسمها الاخر كانهم ثلاث واضح تنجم تكون محدفك العقد واضح 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 لا لا واضح النقطة واضحة اذا اذا كما نقوله قسم المالية في المعهد هو اللي يتصرف في توزيع الاموال ذي بين المتدخلين سيمهدي سيمهدي انتوما تعرفوا الصناعيين نوجهولهم نعودوا نوجهولهم تحية صحاب شوية من حيث الدقة ومن حيث كذا يقول لك اخوي انا معمل متكلف لي كذا كذا مش نجيب عليها طلبة معتها كما نقوله يجربوا عليه والعقلي يعطيني الكفاءات اللي عندكم يعني عندكم ناس عندها خبرة في المجال الصناعي شنوه الناس اللي عندكم يخدموا في اللي زيت شنوه مهندزين تقنيين بكاترة باحثين كذا واحد اعتيني قل لي انت لهنا يندرها الخبرات وعطيني معناها بالامث لا ما تعطيني شكاكة في المطلق لأنه في المطلق كل واحد به اما اعتيني انت يندرها من حيث التدخلات متاعكم تدخلتم وصلحتوا حاجات والكفاءات الموجودة في اللي زيت هذه قادرة ان يتطور مكيناته قادرة انه من التجأوش نجيبه خبير من المانيا ولا خبير من نعرف شنوه اذا الكفاءات اللي عنا في المعاهد العليا للدراسة التكنولوجية قادرة اني معناها تكون هي السبار للقطاع الصناعي في تونس ولا ما زلته نقصين اعتيني فسر لي انا نعم التكنولوجي اللي هو خنفصل سيد المستمعين اذا التكنولوجي هو الاستاذ الذي يدرس في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية نسميوه بالعربية تكنولوجي ونسميوه بالفرنسية تكنولوج وطبعا بعد تجي ترقيات محاضر تكنولوجي الاخرية اتفضل سيمهدي اسبع المقرر هو نحن نشوفه اصلا كيفيش يدخل هو كيفيش يدخل عن طريق مناظرة نعم مناظرة كتابية كتابية اللي هو نورمال مو ذاك يسموه تقييم العلمي نعم خبني العدد اللي نجحناها ينجحوا يعني شوية معنا معروف هاي خمسة وعشرين ثلاثين واحد على مستوى الجمهوري يعني على مستوى الجمهوري خبني ثم يعملوا درس يعني يزي يلقي درس قدام اللي جاء نعم حنظه الله باش يكون مؤهلا ويقري فانتزه الله واضح وثم الاختبار الثالث اللي هو يعني خبرتك المهنية نعم يعني ثم يشكون تقييم خادم في الصناع خادم في الشركات نعم ثم يشكون تقييم في التعليم إلى آخرين نعم انت الخبارات اللي عندك إذن نعم السيد اللي يدخل اللي باش يقري في الازات يزمو يكون فيه متوفرين فيه ثلاثة نعم ثلاثة أشياء نعم أولا أنس علمين يجب أن يكون متكون نعم متكون جدا جدا لأنه مكونكور تريدي لكا صعيب يسر فانتزه صعيب التكنولوج أصعب من التبريز والناس تعرف التبريز نعم اللي التبريز بالحق راهو يعني أمتحان صعب جدا نعم نعم التكنولوج هو حاجة مكبرة أكثر من التبريز فانتزه تقييم الكتاب نعم ثم الدرس الدرس هذا يعني ما ينجح واحد يدخل إلى ما يكون يعني يعني يعرف يقر عنده بيداغوجي نعم ولذلك أنت بصراحة أنا نقولها يعني اللي صرتهم تعليزيها تعليش يعني أغلبها معنا تروا تحس كل تختم نعم رغم الناس اللي قروا في الفلزيزيات يعني بيداغوجي رهم متكونين معني شك هذا ما فيش حتى وعن عاتيني الثيقة نعم عاتيني الجانب الصناعي ونحن في التي فقدت الجانب الصناعي الجانب الصناعي كيفيش معنا هل الثيقة موجودة هل هي مهتزة شوي أنا حسب ما نعرف حسب ما نعرف الكفاءات الموجودة في الزيقة للأمانة نعم بالنسبة للسيدة نعم أنا من دو هوت غاب بصراحة معناتها نعم قالي الناس رأي يعني الناس لبس عليها معناتها الناس علمي علمي لبس عليها وحط صناعي لبس عليها نعم لأنه سمحني ممكن نعم تنجيني مش إلهي باش نعلم الشركة نعم أما أغلب الزملاء هؤدي تقيم للأمانة معناتها تقيم شركة وحده فانتواذ والله نعم يعني السيد هذا مؤهل نعم مؤهل باش يعني يكون عنده تأثير في الصناعة نعم نعم لشكال الموجود عنا نحن الحقيقة هذه نعم لشكال الموجود أنه بصراحة نقولها أنه في وصرت علي من آله نعم أن هالقوانين هذة كانت حاسة على السيد منظر فانتواذ والله نعم هري قوانين صعيب تطبيقها رأي نحن نجتهد باش نطبقوها نعم أما صعيب تطبيقها فانتواذ والله من حيثه شنو أو من حيثه شنو مثلا أنا مجيت أنا جربت على القناة في شخص جربت مرشا مرات نعم أني نمشي نها مثلا البلدية كيمها أنا حب نخدم معها أنا وفعلا نخرجت أني نخرج على حسابي الخاص فانتواذ والله راهي لإدارة قدش فتوفر لإدارة قدش عنا نحن عنا كربة إحنا عنا ميتش جيغل لكن لكن سيمهدي نتفعل معاك هنا أنت كتمشي للجهة الصناعية معينة أو بلدية ولا غيره أنت لا تمثل نفسك أنت تمثل لذات لذات لا خلنا نعطيك سؤال لش نفهمه بعضنا يعني أنت كتمشي البلدية أو المعظم دي أو المعمل أو غيره معاك أنت كتمشي للإدارة في بيلها أو المدير في بيله يسير لا مش شخصية طبعا عبرنا اتفاقيات أبرمتوا اتفاقيات عبر المصار القانوني للمؤسسة مثلا كما تفضل سيموند قال نحن نعمل اتفاقيات في البرجي الفادي تيت نعم أنا بشتعكي لك حاضرة لإدارة متاعنا لإدارة متاعنا ري ما عندي هاش الإمكانيات لتصورها إمكانيات كبيرة وذي من لأ أزمات نحن قداش عنا تلقى عنا كره بغاد فانتفاز لنا هذية وحتى سيموند عنده معناها كان عنده ميقول في الموضوع مو هذية خليني مدام أنت عندك اتفاقيات والاتفاقيات هذية كان يحكي لنا سيموند أنه من حق كتدخل الفلوس بمانو أنت عندك سيارة واحدة معناها ربما أنت ما تدخل برجة فلوس كيف داخل ما يشري ولما عندك شراء تشري لا هنا نرجع سيموند تفضل لأ يعني مش للمدير مع دولة المسؤولية لا يعني اليوزارة هي لتحذر هالأسس هذية أنا مثلا في الازيات عندي عشر كراب وفعلا أي واحد مش يخرج في ميسيون كما هكا في اتفاقية بصراحة تهزو كرابتي دارة وإذا كان التجأ هذية تحكي ما المفروض المفروض هكا أو نحبه نحبه نقدمه خدمات لهالشعب التونسي نعم سيموند في نفس الإطار توا أنت نعودك سؤال أنت تدخل في فلوس من الشركيات هذا وحد كل شي عندك استقلالية مالية واللي تلمهم يمشيوا الخزينة فسر أنا توا أنا دخلت فلوس دخلت فلوس أترفير هالمشاريع ذي هي عندك استقلالية مالية باش أنت تتصرف فيها الفلوس ذيك وإلا ترجع يعني للدولة كسئر المؤسس المقرار لك الباب لول من القانون تبركلة عليك محظر روحك معناها تبركلة عليك إذن تفضل يعطيك صحة سيطارة القانون عدد خمسين يقول في الفصل المعاهد العليا الدراسية تكنولوجية مؤسسة عممية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تسير الأحكام هذا القانون وفي الإشراف لسلطة الإشراف وقتها وزارة التربية والعلوم وزارة تعليم وقتها خطرة كلمة سلطة الإشراف سي منظر لحظة عدخان كمير تفضل تفضل تلحق وميزانية هذه المعاهد ترتيبين بيزانية العامل الدول بزي ديك مطبق واضح موركتا وتخضع للقانون المالي إنتي بعد مش تدهن في بيرو يلزم توافق لك المراقبة المصاريف إذا عندك في الريبريكا ذيك عندك فلوس نعم فكل الفصل نعم باش ندخل شوية الفنانس نعم شوية الفنانس عندك الفصل ذاك دوك يخذ على المراقبة المصاريف المراقبة المصاريف العومية هنا أنا أنا كنت ننتظر باش تقول لي ها وفم تنق خاطر هو يقول لك لمؤسسة عمو إذا تصب غير المال وتكنولوجية تتمتع بشخصين معهم بالاستقلال المال ومن بعد ما نشي قل لك وتلحق ميزانات هذه معترت المميزان عمل الدول دوك ما نشي بايستي بايستي لكن ما نشي بايستي معنى هو قل لك عندك استقلالية مالية ومن بعد قل لك الفلوس هذيك ريتمشي الميزانات وملحقة بالميزانات وتلحق الميزانات هذه معترت الميزان وهذه إشكالية رحناها لنا سنوات عدنا برس سنوات رحنا الإشكاليات هذه اللي هي تتمثل في كونه وقلنا المرأة وينزمنا نمشي وإحنا تكنولوجي نعم 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 شكرا سيموندر إذن جاء وقت الفاصل إذن نخرج فاصل مستمعين الكرام ونرجع لكم شكرا من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السامي مستمعين الكرام مع السلام ومرحبا بكم نجدو لكم التحية من إذاعة القيروان للصحة التي تبث على تسعين ثلاثة إذن نقبل الفاصل كنا نحكيه مع السيد مدير المعهد العلي للدراسات تكنولوجية بالقيروان والسيد مهدي تيمومي مدرس بقسم الهندسة الكاربائية بالمعهد المذكور وكنا نحكيه على الاستقلالية المالية طبعا إحنا ماش نطالبه بالاستقلالية المالية ولكن هو هذا هو موجود في الرايد الرسمي ووسي المهدي اطلب بمعناها الكلمة لمزيد توضيح النقطة هذه سيمهدي تفضل برك الله فيك أنا عندي يعني ملاحظة في موضوع الميزانية نعم الميزانية ما فيهاش فليكسيبليتي أصلا ليس معنتها معنتها المدير أو مدير معهد نعم تحسوا يعني يقيدوه رام فعلا يقيدوه معنا ما عندوش أنه هو باش يتصرف كيف يحبه هو ولا مثلا يراك الحاجة يحب يعملها يعملها لا نعم والميزانية محسوبة دي جام حسوبة نعم أنا شكوذك ما ينجمش يخذك راهب السيد مدير مجمش مجمش طبعا أي دي يعني حتيت مش المشمولة بالليه روحنا مش يخذ سيارة ليه رو ولا ولا عيلته رو مش يخذ سيارة التنقل للمؤسسة باش باعتبار أنه للسيدة اللي غادي منوجبهم أنهم يمشيوا للقطاع الصناعي بشربته معها شراكات روحنا نحكيه على السيارات دي ماناش نحكيه على السيارات متاع المحويس المهم أنا نحنا نحن أجل حبنا نقوله نحب نقوله يعني كمؤسة توجد له شيئ ما وهنا ما وهنا باش نعطيه لكلواحد حقه وكان سيموندر يقولنا في كلماذية باعتبار أنا كنتي إذا كان تجيب مشروع الشراكة أنت في النهاية عندك مش تخلص معناها بما أنك مش تخلص أعتقد أني النقطة كينة توضحت شوية معناها كبش تخلص إذن كتنقلت بسيارتك عادي معناها هكو ليه سيموندر ولشنو رأيك؟ هو والله هو العادي الأصل في الشي كونه الزميل كيمشي في ميسيون تتسمى مهمة ذي يكون معناها مؤمن ماكتعرف أنت يتنقل من مدينة القيروين الحفوز ولا مدينة القيروين السوسة وتعرف مخاطر الطريق هو فوق الخدمة فوق الخدمة الأصل في الشي يمشي مؤمن وفي سيارة الإدارة ويمشي معزز مكرم ويروح معزز مكرم لكن اللي قاعد صاير كونه هنا وجه تحيل وخيين الزمالي الكل هم الكل هم مبادرات شخصية نظرا لكونه المسار المهني إذا دمتاع التكنولوجي هو فيه نشاط تفتع على المحيط الاقتصادي الاجتماعي نعم يلزموا يمشي يعمل شراكات نعم يلزموا يمشي يعمل مشاريع صناعية نعم يلزموا ينزموا باش ينجم يقدم في الكاريير متاعه لون كذاك عليش له خيين الزمالي مهمش معناها مقصرين نعم وقاعدين يمشيوا وتنقلوا في سياراتهم نعم ويعطيهم الصحة ومشكورين من هنا نوجه له متاحين سكل نعم على الأقل سيمون درباللي نتفعل معك على الأقل كي يخرج هو ياخذش أوردر ميسيون يعني أنت ياخذش ورقة من عندك تثبت لأنه أنت مبعدين رأوا الله اللي يقدر وإن شاء الله بعيد الشر على كل المدرسين في المعهد العليا يعني ينجم يعمل حادث وهو ماشي كي يعمل حادث هو ماشي كيفش مش تثبت انت وقتها اللي هو ماشي في مهمة مهمة عمل كيفش تثبت هو ياخو أوردر ميسيون نعم أما لو كان نقول لك على المقابل اللي ياخذوا نعم تبدأ تضحك علينا وما نحبش نقول على المقابل يضحك ويحش ما يسيرش ما يسيرش حشم ما نجموش نقوله ونحن نحكيه على التعليم العالي ما يسير أنا شخصين ما نجمش نقول قديش المنطان اللي تقضاه أستاذ جامعي بيرت بالتكنولوجيا بيش يمشي في مهمة بيش يعمل شراكة وكذا يمشي نهار كامل بيش في الأخر بيقول لي ياخو بعض الدنانير بيش ما قولش المنطان قوله سميح هو أبيض والأستاذ يحشم بيش يجي قولك أعطيني وصلت لا لا وصلت هو معناها ورقة المهمة هذية يعني احنا مش حتى عليك الدراهم اللي مش ترجع ولكن في الله اللي يقدروا بعيد الشر عليكم وعلى السيد المستمعين معناها في صورة حدوث معناها مكروف في الحاجة في الحالة هذية على الأقل هو عنده ما يثبت أنه هو في مهمة عمل في التأمين في الأسيرونس مباعد حدث هذي معك سيطا سيطا يجي هو يجي زميل ويقول راني أنا بيش نمشي في مهمة ورا عندي نيجوسياسيون مع المعمل الفلاني والفلاني نعم يحضر يصح هلو مدير المعهد ويتنقل عموما إن شاء الله الزملاء اللي يخرجوا ويتنقلوا إن شاء الله الكل يرجعوا سالمين غانمين لوليداتهم وصغيراتهم أما أنا الهنا هنا سي مهدي بالله مش نعطيك أنا الكلمة ومبشنا هنا بهي طوى الزميل اللي بيش يمشي وقلت لي أنت أنه من صد مهمتكم أنك تخرجوا وتمشي تجيب شركات ويحد كل شي به هذوما مثلا وتحية للزميلات معناها زميلاتكم طبعا اللي هما انسا ويقرروا في المعهد العليا والله أنا نشوف أنه التنقل متاع سيدة أو معنتها بيش تمشي هكو فهميني ولا أنا كأيني صحيبة شوي مش كما يمشي راجل فهمتني وربما يروح المخر كذا كما تمشي مرأة مثلا لهنها مش فهم هضم ونحن بليد الطالب بالمساويات والطالب باحترام حقوق المرأة أنا سمحني مش عندي ملاحظة طبعا طبعا مجيب لكم أنا مش أعطيك ملاحظة في قانون نحن أول ما طلع القانون نعم يقول لك يكلف التكنولوجي نعم يعني في تدريس اثناشا ساعة نعم واثناشا ساعة تأثير والشي هذا نعم في الأصل هو ونحن نطوم قروف 13 على الذكر نعم وإحداشا ساعة تأثير نعم وفي أصل القانون الإحداشا ساعة هذه هو في الانفتاح على المحيط نعم يعني قدروها الخدمة بتاع أستاذ تكنولوجي نعم أنه يقرر 13 ساعة في يعني يباشر فيها في تدريس نعم وحداشا ساعة أخرى أو 12 ساعة ينفتح فيها على المحيط فكرة اتفاقيات هذهك يعني أنت سمعني كيجي تلقيه يعني فوق العشرين ساعة مش يخدم تكنولوجي يعني يسير فين فازولة نعم حاجم يسر يسر والناس كل عندها كراهب باش تمشي الدور والناس كل فازولة نعم نحنا ريت نحنا كنجو نحكو نقول وراه فعلا الوزارة وزارة تعليم العالي نعم يلزم هالقانون هذا تراجعوا وتحطوا في وطر قادرين نطبقوا فهمني أنا في إيطار نتفعل معك بما أنه هو من في صلب مهمتك في صلب وظيفة سيمهدي و سيموند إذن إذا كان أنا مثلا أنا نقري في المعهد العالي للدراسات تكنولوجية وما عملتوش هذي لا ما 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 تدرش سمح نعم هذا السؤال نعم هذا السؤال أنا سأجيبك وكانه تبرع هاي لا هو سمحني القانون في أول مصدر القانون قانون رائع جدا فالفازولة نعم وقانون وضيعة هي قوانين تونس لكل رائعة لها تطبيقها هذا تحديدا تحديدا كنقوله نحنا بحث تطبيقي هذا تحديدا قانون رائع جدا باش يصالحوا به البلاد نعم فالفازولة يعني لفات أنه يخرج أستاذ تعليم عالي ويزور مؤكسة ويشخص الأمراض اللي فيها نعم والأعطاب ومش يعطي الحلول يقدم الحلول نعم هذه هي المطلوب الجامعة فالفازولة نعم انت كتشوف الدول الأوروبية كيفاش يعني ناس يعني تصنع في التأيير وتعمل التكنولوجيا عالية جدا نعم كيفاش وصلت هذيك نعم كيفاش حلو هالموضوع متاع التشغيل فعلا بالتعليم أزمة في تونس عنا أزمة في تونس هم موضوع دا اسمه التشغيل نعم بالتعليم قبنا الأوطان بالتعليم العالي تحديدا نعم الحليم العالي هو دوره هو الانفتاح على المحيط نعم وسمعني أنا مش نقول كلمة لهنا نعم أخيرا ثمه من عرش مهندس والشكور يعني توفي من أجل ثمه حشيكم الزبلة والشكور في بالتعليم والله يرحمه بالحق نعم احنا كي نشوفه شي كما كيكا اشياء ما يقبلهاش عاقل معنا ما يقبلهاش عاقل على الذكر الموضوع متاع هذه متاع الزبلة حشيكم النفايات حط في بالك أني فيها 30% يعني 30% أنيروسيكلابل اسمع فازولا نعم وهو على نحنا هناك قرويان وعلى هاي هاي وراه يذية نجل تحط فينا عديد مواطن الشغل نعم نحن هنا في القرويان نخرجوا منها في القاز ونبيعواهم في القاز نعم نعم هالي سكتورة ذي نعم وشكونوا المؤهل باش يفهمها ويصلحها ويخترعه ويزيد وينتو شكونوا هو أستاذ تعليم العالم نعم أستاذ تعليم العالم عنده القدرة غير مشرك هو هو يزمكون شريكي شكون يشركه نعم شكون يشرك شكرا يتشرك وزارة تعليم العالم نعم وقت التعطي قوانين واضحة نعم وتسهل المأمورية كما هي باش يتنقل أستاذ والأخيري نعم وقتها نحن نقلتوا باش نعم 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 إذن ما زالونا تقريبا خمسة دقائق إذن نقسموهم نقسموهم بالتساوي ثلاثة لسيد المدير واثنين لك أنت وهذا هو التساوي سيموندر تفضل تفضل سيموندر يعطيك الصحة سي طارق كلمة مفتوحة تفضل في الختام نحب أن نوجهها لك أنت شكر ونوجه لأسرة إذاعة التراوين للصحة على هذه الاستضافة مرحبا بك والحقيقة كما تعرف التعليم العالي وإحنا بكري في اللي كوليس قتل كلمة والله شدت انتباهي اللي كونه معنا التعليم العالي شبه منسي في دول منسي أي فعلا وراه هو الكرينو نعم 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 مقياس تقدم الشعوب نعم نعم هو مقياس تقدم الشعوب التعليم العالي نعم يلزم الدولة التونسية متاعنا تلهاب التعليم بصفة عامة بالطربية والتعليم نعم باش نرتقي ومع بعضنا بالدولة متاعنا بتونسنا العزيزة نعم نجمو نرتقي وكان بجودة التعليم بجودة التربية وهنا نحب نعرج على رئيزات القروين ونقول لك رئيزات القروين في 2009 نعم تحصلت على لسيرتيفيكاسيون إيزو 9001 نعم ما شاء الله أي أنا وقتها لانستيتيتو لبرمير انستيتيتو ريشير ناشيونال أول مؤسسة سيرتيفيه نعم إيزو 9001 ما شاء الله ونزيد نأكد لك على حاجة أخرى كونه التدريس نعم والخدمات الإدارية المصاحبة نعم طبعا الزوء الزوء طلبة والفوتور باشولي نعم كونهم يجيوا يعملوا طلع على إيزاة القروين نعم إيزاة القروين تحتوي على ما شاء الله من الكفاءات على مستوى المدرسين نعم الأقسام كل الاختصاصات موجودة من سيكونديري ترسية نعم قاعدين ننشطوا في عدة مجالات الطلبة متاعنا دي جام همش مقصرين وقاعدين ناشطين بصفة فعالة نعم فما بارشة نوادي محثة جديدة في في إيزاة القروين نعم كما نوادي علمية وتكنولوجية وهنا ما هوش المجال باش نذكرها الكل نوجه لهم تحية الطلبة متاعنا الكل يعزوا علينا هم ناشطين في كل مجالات كما قلت لك نعم في الانترابرينوريا في assigned باش مننسيش هه نحب نذكر باش مننسيش نعم فيMAN في الانترابرينوريا فيه جيدة الأعمال نعم وبعث المشاريع وبعث المشاريع نعم في المواد التكنولوجية ميكروسافت نعم وروبوتيك كلوب روبوتيك كلوب جيني إلكترين كلوب برجة برشة برشة الموادي اللي ناشطين نتمنى النجاح لكل المؤسسة التربوية والتعليمية في إيزاة القروين شكرا نعود نوجه لكم التحية مرة أخرى رب يفضلك مرحبا بيك وجبنا أقل واجب نعمله مع الناس اللي تخدم في الخفاء سيمهدي برك الله فيك أنا أهم حاجة نشكركم أنتم على هذا البرنامج الرائع الحقيقة مرحبا بيك لأنه الفات أنك تسلط الضوء على الجامعة يعني أنك أنت بإذن الله ستبني وطن نعم إن شاء الله لأنه نحن بالجامعة نصلحوا بلادنا بالجامعة نقدموا الحلول هالأزمة الاقتصادية ورأي سمعني سيمون ذر أول مدى أعطاك بعض الاختصاصات الموجودة في الإزيزات وفعلا الاقتصاصات هذه كمدروسة جيدا مدروسة جيدا على الاحتياجات متع سوق الشعب فانفظوا له لو نحن تكرر هذه الاجتماعات هذه واحد رأنا تنخوضوا في عدة ملفات اللي فعلا سهموا في التشغيل تعرفكم الناس قدرين نعم فعلا فعلا احنا قدرين باش نشغلوا هالناس اللي عندها مشكلة في البطالة واللي سيرتوهم متع الجامعة كلها عاصمة المهم الصناعيين يتصلوا بيكم مرحبا بيكم سيد مدير فاتح الأبواب للصناعيين ولمسكر الأبواب مرحبا بالناس من كله مرحبا بالجميع وبالعكس احنا وحنا در نيرمو ولينا نمشي وندقوا في البيبال ونتصلوا بيهم مباشرة وقاعدين لحقيقة نلقاوا في تجاوب وهنا نحب نوجه لهم تحية سيطرة احنا تو في وقتنا الحالي عاملين أم بروجيت نعم نسموه بروجيت متع الجودة نعم مشتروع الجودة ايه ضمان الجودة نعم اصلا مش نعملوا في الاتفاقيات مفتوحين باش نعملوا اتفاقيات مع شركات هذي نعم مع المؤسسات الوطني كله نعم ومش نعملوا دي سيميناير ونعملوا برشا اشياء نعم وخاصة في موضوع التشغيل والشغل والأخير والمسالة نعم احنا توقيتك البروجيت قاعد يمشي يعني قاعد ينقضن نعم وان شاء الله رب يبارك فيك وبعتم الصحة رب يفضل اذا انا بش نختم اذا سعيد جدا بصراحة باستضافة السيد منظر الحاجي استاذ محاضر او تكنولوجي محاضر بقسم الهندسة الكهربائية وايضا مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقايروين السيد مهدي تيمومي اللي هو استاذ او تكنولوجي بقسم الهندسة الكهربائية بالمعهد مذكور نحب قبل ما نختم نذكر ولداتنا الطلبة اللي مزال ما لقحش يمشي لقح لانه رك ما تدخلش لزيت الا بالباسة ذيكا متع وزارة الصحة متع التلقيح اذا من امام الميكروت تارق السلمي يحييكم شكرا مستمعين الكرام ربي ينور ذاتكم ان شاء الله وينظف عرضكم نطلقاوا ان شاء الله الاسقوع القادم انكتب لنا ذلك الشكر والتحية موصولين للاحمد مخلوفي وسيف بولعريس في كل من الهندسة الصوتية وهندستة وهندسة الرقمية اذا نطلقاوا الجامعة الشاية ان شاء الله مع سلامكم من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يوصلت الظوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السلمي اشتركوا في القناة